الأمن في عدن يعتقل أسرة خرجت تتظاهر للمطالبة بالكشف عن مصير نجلها المختطف منذ سنوات في عدن اعتقلت قوات أمنية أسرة المختطف نايف القهبي أثناء مشاركتها بمظاهرة عشال مساء اليوم السبت في عدن وبحسب مصادر فإن قوات أمنية اعتقلت كل من حسين أحمد علي القهبي محمد أحمد علي القهبي أسامة محمد أحمد علي القهبي أحمد محمد أحمد علي القهبي ماجد محمد أحمد علي القهبي وهم عائلة المختطف نايف القهبي الذي تم اختطافه في عام 2016 دون أن تعلم أسرته شيء عن مصيره فيما تتحدث مصادر بأنه تعرض للتصفية داخل المعتقل والآن نسرد لكم قصة نائف القهبي على لسان عمه العميد حسين أحمد القهبي قائلاً كان يسكن في غرفة في حوش يحرسها الحوش تابع لأصهاره في مدينة المعلى أمام بوابة الميناء وبعد منتصف ليلة الخامس عشر من فبراير من عام 2016 داهمت مجموعة مقنعة تابعة لأسران المقتر الحوش الذي يسكن فيه نايف محمد أحمد علي القهبي وتم اختطافه وإخفاءه دون وجهة حق ودون أمر قهري دون تهمة دون غضية ودون أسباب وعندما افتقدنا الشاب نايف لأيام بدأت شخصياً للبحث عنه ومنها قابلت عبد الدائم مدير مكتب أمن عدن سابقاً شلال شايع وأبلغته أن نايف القهبي مفقود وطلبت منه أن يساعدنا في سجون أمن محافظة عدن حيث أدعى عدم معرفته باختطاف نايف القهبي ودرت في كل السجون التابعة لأمن عدن وتابعة للتحالف ولم أجده وأخيراً اكتشفت أنه معتقل مع يسران المقطري في قاعة وضاح بجولدمور وبعدها ألتقيت عبد الدائم في منزل شلال وأبلغته أن المختطف نايف موجود في قاعة وضاح التي حولها يسران المقطري إلى سجن وبعد أن تأكد من خلال اتصال هاتفي أن الخبر صحيح عندها طلبت منه توضيح أسباب الاعتقال فرفض أن يجيب على هذا السؤال وطلبت منه السماح لأسرته بزيارته وشرحت له أن الولد مصاب بداء السكر ولابد أن يتناول إبر الأنسلين وكان الرد من عبد الدائم أحضر الأنسلين وأي أغراض أخرى وأنا سوف أوصلها إليه وهذا ما حصل وفي اليوم الثاني مباشرة وبعد أسبوع أحضرت الدفعة الثانية من الأنسلين وأغراض شخصية إلى يد عبد الدائم على أساس أن يقوم بتوصيلها كما هو حال الدفعة الأولى حصل هذا في منزل شلال علي شايع إلا أن عبد الدائم اتصل به اليوم الثاني ويقول تعال استلم الأغراض لأن نايف سلمنا للتحالف لإعادة تأهيله لم أذهب إلي وبعد أسبوع تقريبا ألتقيت شلال وقابلته وطرحت عليها الموضوع وطرحت عليه موضوع اختطاف نايف القهبي حيث قام بالاتصال ومن بعدها كان الرد مطابق لما قاله عبد الدائم وفضلت أتابع الموضوع منها قابلت شخصيات وقيادات أخرى وطرحت عليهم موضوع الاختطاف وكان الرد أيضا نفس الكلام وبعد هذه المقابلات ترددت عليهم عشرات المرات ولكنهم قد عمموا اسمي عن إحراساتهم بمنع من الدخول ثم لجأت بعد ذلك إلى نشر كل ما يتعلق باختطاف نايف علي القهبي على التواصل الاجتماعي وبإمكان من يريد الاطلاء على ما نشرته خلال الفترة من 2016 إلى 2024 ومنها الدخول إلى صفحتي التي وثقت فيها كل شيء وهنا نريد التنويه وهو الأهم أنهم لم يكشفوا لنا عن أي أسباب لهذا الإخفاء ولم يسمحوا لنا في مقابلته أو الدفاع عنه أو تكليف محامي أو معرفة قضيته أو ما هي الاتهامات الموجهة له أخذوه وأخفوه وإلى اللحظة لم نعرف عنه أي شيء هذه باختصار قصة اعتقال نايف القهبي على لسان العميد حسين أحمد عمل مختطف نايف القهبي